بساكم وبالخير حياكم الله معكم ياسر ومن سلسلة 8K سنتحدث عن 10 اشياء اعجبتني في كاميرا الكمودو 6K من شركة الرد خليكم معي الرقم 1 محتويات العلبة المميزة العلبة التي تبطلها تحصل الكثير من الأشياء المميزة منها ادابتر RF-2EF مثل ما تعرفين ان كاميرا ترد هي بالاساس تقبل عدسات RF من كانون فحطي لها ادابتر فري داخلها وهال ادابتر صراحة مفيد جدا خصوصا اللي عنده كلكشن من عدسات كانون الشغلة الثانية تحصل محول كهرباء لكافة الأنظم الكهربائية منها النظام الأمريكي النظام الأوروبي والنظام الخليجي فما تحاتي شيء النقطة الثانية مستوى 6K عالي وغير مضغوط بتا 10 سواء استخدمت الابل برو ريز او استخدمت الار 3D وهلو الرو سيستم فانت بالنهاية تقعد تحصل 16 ستوب وغير حجم السنسر المنطقي اللي هو 24-16 النقطة الثالثة اللي عنده ماضي مع كاميرات الريد يدري شنو معنات وجود شاشة صغيرة بقياس 2.9 انش نوعية LED كافي انه تقدر تضل التحكم بالفوكس وتضبط أمورك ببساطة النقطة الرابعة الوزن 2.10 IPS وزن مثالي حق اي كاميرا سينمائية بها القوة بها السنسر وبنظام الار 3D تعطيك مكانيات خيالية وخصوصا ربع الدرون وايضا التصوير تحت الماء النقطة الخامسة بث واي فاي داخلي عن طريق الكاميرا تصنع هل الدائرة المغلقة الكاميرا بتردد 2.5 الى 5.0 جيجاهرست فالشي انت تضمن انك تحصل بث قوي وجميل حق الصورة اللي عندك عن طريق تليفونك يعني ما ندعي تعاول راسك فقط تتركب التليفون فوق ويكون لك منتر قلت وفين صح 6. اتوفر شركة الريد تطبيق خاص لكاميرات الكومدو ريد تقدر تتحكم بكل شي ارجع اقول كل شي الايزو شاتر فتحة العدسة وغير الفوكس النقطة السابعة تستخدم كاميرا الريد كومدو اشياء متعارف عليها بالسوق وخصوصا حق المصورين الفيديو او الفوتو وهذا الممري متعارف عليه ومدارج وسعره صار منطقي شغلة ثانية بطاريات الكنون اللي هي بي بي تسعمية وتسعين وهي ايضا موجودة ودارجة في كاميرات وايد من كاميرات الكنون عدسات او ادابتر عدسات الار اف تقدر تستخدم عليها ايضا عدسات ال اي اف الاعتيادية النقطة الثامنة وهي متعلقة بالبطاري خلص شحن البطارية الاولى تنتقل حق البطاريات الثانية وبشكل متواصل من غير ما تفصل والحلو في الموضوع ان انت بس مجرد ان تخلص واحدة منهم اطيقها تشري وترفع وتقطع على الشحن وانت متطمن الكاميرا راح تشتغل على البطارية الثانية الميزة التاسعة ضبط البلاك ميلانس او ضبط تضليل الاسود الموجود في كاميرات السينما ندين ان اغلب كاميرات الدي اس الار او الكاميرات الصغيرة ما تملك هذه الميزة هذه الميزة فقط متوفرة في كاميرات السينما الى كاميرات الكومدو منها تخثث من حدة النويز الموجود ويعطي قوة اكثر للون الاسود في محتواك السينمائي النقطة العاشرة اعدادات احترافية منها قياس الاكسبوجر من الهاي تدام هذا القياس هو عدات خاص عساس تقدر تقيس اي شي خاص في عملية التصوير اذا كان الموضوع يحتاج الى زيادة اضاءة او تقليل اضاءة او حتى ان كنت تنزل من فتحة الحدثة او ترفعها هذا القياس يحدد لك مستوى نظافة او جودة الصورة للمرحلة الثانية للمونتاج والتلوين اما النقطة الثانية المتعلقة في نفس الموضوع تعديل النويز بطريقة تلقائية بثلاث مستويات موجودة عن طريق ديفينشي كود بريمير اي برنامج انت تنك راح تقدر اوتوماتيكلي تسوي هالموضوع وتنزل كافة الامور عن طريق السوفتوير اللي هو red.com وتدش على الداولود وتلقي الخيالات موجودة عندك وبنهاية الفيديو اعتم ان العشر نقاط اللي انا ذكرتها اعطتكم سبب كافي لاغتناء كاميرا الكمودو red وهي طبعا متوفرة عن طريق شركة AAB World حصلتها بقيمة 2190 دينار كويتي في الحجز المسبق بس البادي الامور الثانية عد لازم تدفع عليها بنهاية اتمنى ان يجربها اكثر على مستوى الاعلانات واعطيكم النتائج قريبا نشوفكم على خير مع سلسلة 8K مع السلام جدا كما تدفع